كابتا سلعوي ما سر التفوق 28 نقطة فارق النهاردة 48-56 يعني فوق نظر حلالك إيه سر التفوق بداية أحب أقول ألف مبروك للنادي الأهلي وهارد لك للنادي الجزيرة طبعا مباراة جيدة جدا بالنسبة للنادي الأهلي استطاع فرض اسلوب لعبه على نادي الجزيرة منذ البداية سيطر على الحلقتين في معظم المباراة قدر يأخذ من السيطرة على الحلقات هجوم سريع قدر يفرد سيطرة لعبه وهي القوة مين اللي يفرد سلوب لعبه على الخصم عايز أقول أن تومسون والجندي كانوا من نجوم المباراة عمر الجندي وتومسون وعايز أقول لمحهود وليد برضو مكسب بالنسبة للنادي الأهلي الشوت الرابع مل فردية شوية أو مل عدم التجانس بين اللعيبة هو ما كانش فيه خوف زي الشوت الأول والتالي والتالي كانت مباراة حسمة خفص ولكن طبعاً نادي الجزيرة النهاردة ما كانش موفق بنسبة كبيرة وده لقوة دفاع النادي الأهلي أو فرض اسلوب النادي الأهلي كمان عايز أقول أن عودة ابن ناصر كانت برضو طار مكسب وعزب مش بطار ومهيب عندنا أكثر من نادي أبن ناصر نهاردة حقات التسعة بنت بدأ يرجع فمن أقول الله الحمد للسلامة مودي الجرح بدأ يرجع برضو مودي من اللعيبة المؤسرين خبرته كبيرة برضو ونتمنى لأن انت عارف حضرتك كابتن بصفتك لعيب دولي وكابتن مصري يعني بعد كده نحتاج النفس الطويل سياسة النفس الطويل لأنها يبقى فيه بستات والبست ده عايز أكثر نك أوتر لا وعايز كمان لعيبة جهزة وعايز لعيبة جهزة تفاديا للإصابات تفاديا لأي ظروف يبقى عندي الناس كلها رجليها في الملعب ما فوجئش بموقف تحضير الجيم كان جيد جدا بالنسبة للنادي الأهلي ويعني معلومة لسادة المشاهدين النهاردة هتدافع المباراة هو عمر الجندي برصيد 17 نقطة يليه في التهديف هو تومسون 13 نقطة يليهم في التهديف إيهاب أمين 11 نقطة